تحياتي لك اللي عم بتابعونا عبر موقع فوشيا وحبين يعرفوا أخبارنا وتوقعتنا الفلكية ابتداءً من 3 أكتوبر 2022 لغاية 10 أكتوبر 2022 وبداية مع مولود برج الحمل عزيزي مولود ده برج الحمل انتبه ممكن تتكرر معك نفس الأخطاء المهنية السابقة وبسبب عشوائية خياراتك إذا كنت عم تفكر بيترك وظيفتك الحالية والانسحاب لمكان جديد فالكينا نصحتنا لك أنك تتروى بخياراتك وما تستعجل على الانسحاب عاطفياً أصبحت على مسافة قريبة من عملية التقارب والمصالحة مع الشريك بالرغم من الفجوة العميئة الموجودة بينتكن مولود برج الطور الوقت أصبح مناسب للتفكير بالأعمال الخاصة أو المستقلة أو حتى إذا عبالك تتعلم أشياء إضافية تطور فيها قدراتك وتطور فيها أعمالك عاطفياً عم بتحن لذكرياتك السابقة مع الشريك بالوقت يلي اعتقدت أنك تخطيتها وما بتعنيلك أبداً بالإضافة لقرار عاطف جديد بانتظار الرغمين بالارتباط أو حتى يلي على بيلهم يصالحوا شريكهم العاطفي مولود برج الجوزاء رح تتخلص من مشكلة مهنية كانت امتعادتك بالفترة الماضية وكأنها مرتبطة بعملية بقاءك بنفس الموقع أو بنفس الصلاحيات فيبدو أنك متمسك بعملية بقاءك بنفس المكان عاطفياً عم بيرتفع منسوب الشك بمشاعر الشريك تجاهك ومع ذلك تبدو مضطر أو مضطر على إخفاء الأمر عنه لبينما تتوضح الصورة قدامك أكتر وأكتر مولود برج السرطان مشاغلك العائلية ممكن تلهيك عن متابعة أعمالك المعتادة بالإضافة لبعض الترتيبات المهنية الجديدة عاطفياً رح تتعرض علاقتك مع الشريك لبعض المطبات العاطفية عن جديد ونصحتنا لك تحافظ على سرية مشاعرك تجاهه بسبب مهما كانت الأجواء آسية بينتكن مولود برج الأسد مازال وضعك المهني خاضع لنفس التحديات ونفس الروتين وكأنها الأمور مقصودة ضدك وانتبه من أي دعس ناقصة ممكن تتعرض وظيفتك للخطر عاطفياً عم تشعر بأن الشريك مع بفهمك إطلاقاً ولا حتى عم بيقدر قيمة مشاعرك العاطفية تجاهه ويبدو أنك متمسك بعذابك معه مولود العزراء عم نشوفك متخوف من عملية التصريح عن أفكارك وأعمالك الخاصة وخصوصاً أنك عم بتفكر تبدأ بحياة مهنية جديدة عاطفياً الضغوطات العاطفية أصبحت عم تتحكم بتصرفاتك مع الشريك ومع ذلك ما رح تسمح للكيديات القائمة ما بينك وبينه تاخد مديها أكتر بعلاقتك معه مولود الميزان تبدو حريصة على تغيير حياتك المهنية والانتقال لبدايات جديدة ورح يحالفك الحظ مع جهة داعمة لقرارك هيدا بالإضافة لإجراء مالي سريع بانتظارك عاطفياً عم نشوفك مهتم بترتيب واقع عاطفي جديد مع الشريك بالرغم من كل الإشكالات والاختلافات يلي حصلت بيناتكم بالسابق مولود العقرب رح تستفيد من فرصة مهنية معينة عن طريق أحد المسؤولين في العمل بالإضافة لبعض التغييرات المستجدية اللي ممكن تاخدك باتجاه الظروف جديدة عاطفياً قرارك بتخصيص الوقت الكافي للشريك يعتبر خطوة مهمة لتقريب المسافات العاطفية ما بينك وبينه مولود القوس عم تتحمس على البدء بمشروع عمل مستقل وبالتوقيت الغير مناسب إطلاقاً ومع ذلك لا تبدو هيد الطريقة كافية لمعالجة الضغط المالي يلي زعجك من فترة طويلة عاطفياً عم بتمر بوضع عاطفي محرش جداً بالنسبة إلك ومع ذلك تبدو مجبر على تمرير هيد الأزمة بأقل الخسير المحتملي مولود برجة الجدي عم بتعيش حالي من عدم الاستقرار أو الارتياح المهني بشكل واضح ومع ذلك عم نشوفك عم تسعى لتشكيل واقع جديد مدعوم ببعض العلاقات القريبة منك تحديداً عاطفياً عم بتفكر تفتح صفحة عاطفية جديدة مع الشريك ولكن عناصر الاختلاف الموجودة بشخصية كل واحد فيكن رح تبقى واقفة بيناتكن بشكل دايم مولود برجة الدلو مرح تتردد بابتكار بعض الأعمال الجانبية القادرة على تغيير الوقائع المالية لصالحك وأما عاطفياً الوقت مناسب لتقوية حظوظك العاطفية مع الشريك وخصوصاً عند ياللي كانوا عايشين ظروف غير مريحة بالفترة الماضية وآخر الأبراج معنا مولود الحوت عزيز الحوت رح تتخطى مرحلة الجمود المهني المسيطر على حياتك بشكل عام وبذات الوقت كأنك عم تتحضر للقاء أحد الشخصيات ياللي ممكن أنك تستفيد منه مادياً عاطفياً عم تشعر بأن الشريك عم يتقصد تهميشك وكماناً ومع ذلك مرح تيأس من تكرار المحاولة معه لاستعارة موقعك العاطفي بقلبه عن جديد هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلاكية للأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2022 ولكن على بالهم يتواصلوا معي أو يعرفوا أكتر عن خارطتهم الفلاكية وكمان حتى الخريطة الفلاكية ممكن تتأثر بالإسم يلي نحن بنحمله ففي أسامي ضعيفة بتضعف أكتر مع إسم الأم إذا كان إسم الأم ضعيف وفي أسامي إسم الأم بأويها أكتر وكمان شو تأثير الإسم مع الخريطة الفلاكية والزوايا يلي عم نحكي عنها وخصوصا أنه كانت في 2022 عن معظم الموليد الأبراج 12 كانت عن طعطي ضغوطات عاطفية ومالية بوقت واحد هالأسرار هذه والأخبار فيكن تعرفوا أكتر وأكتر عنها إذا كنتوا حابين تتواصلوا معي وتحكوني لتعرفوا أكتر فيكن تتواصلوا معنا على أرقام التليفون على أرقام المكتب على 0961 71-775-86 والرقم التاني اللي هو 0961-775-87 اتضلكم بألف خير وبي باي